مشاهدينا نرجع نصبح عليكم من جديد وننتقل لخصائية التغذية العلاجية رند الدي سي اليوم رند محضرت لنا معلومات كتير مهمة ونصائح تغذوية سنعرفها وإن شاء الله تكون معلومات كتير قيمة تقدر الكل يستفيد بينها صباح الخير رند صباحك سعيد أليكس الله يساعدك أكيد بدنا نسلمك الهواء حتى تقدر تعطينا كل المعلومات القيمة من الناحية الغذائية تفضلي شكرا إليك كل صباح الخير لجميع المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم بفقرة التغذية موضوع اليوم فقرتنا هو هل تعلم في مجال التغذية رح نحكي معلومات عامة في أشخاص كتير ما بتعرف عن أهمية هذه الأغذية رح نحكي كيف بتفيدنا بالإضافة لهذا الشي رح نحكي كيف نحنا ممكن نحافظ على صحتنا ونحد من أنه نعمل أشياء ممكن نعملها بشكل يومي بتأدي أنه ضر صحتنا ولكن نحنا ما عنا علم كافي حول هذا الموضوع رح أشارككم بدراسة صغيرة أثبتت عن دراسة عن الخبز وعن تخزين الخبز بأكياس البلاستيك فصباحكم سعيد وخلينا نبلش بأول هل تعلم في التغذية وبتحكي عن حبة البركة كتير أمهات مرضعات عم بيلاءوا صعوبة في در الحليب وخصوصا للأطفال ولكن الدراسات أثبتتنا أنه استخدام حبة البركة هي مصدر أساسي لمساعدة على در الحليب عند الأم وطبعا حبة البركة تعاد مصدر مهم كتير للأم وللطفل على السوى حبة البركة استخدامها قليل بعضا ما عند الأشخاص ولكن يفضل أنه نحنا نستخدمها بشكل أكبر الزيوت اللي بتحتويها على هذه الحبة بتساعد على إفراز الأكسيتوكسن اللي هو هرمون النساء بشكل أكبر هذا الهرمون بساعد على در الحليب بشكل أغزر فبيدر الحليب بشكل أكبر عند الأمهات وأكيد بيستفيد الطفل منه مش بس هيك حبة البركة والزيوت اللي بتحتويها أكيد بتغذي الطفل بشكل أكبر لأنه القيمة الغذائية للحليب بتكون أغنى فالطفل بيتغذى بشكل أكبر وأكيد كمان بنفس الوقت الأم تحتاج الغذاء المناسب لإلها لحتى تغذي جسمها اللي ألتمتلي بيغذي الطفل فكمان هاي الحبة بتعطي غذاء كتير غني للأم استخدام هاي الحبة لازم مش يكون على حبوب السمسم ولكن بالعكس لازم نحن نطحنها قبل استخدامها ونضيفها على المأكولات أشخاص كتير عم بيضيفوها على العصائر اللي عم يستهلكوها بشكل يومي وأنا بنصح بهاي الطريقة كطريقة أولى للتغذية لما نحن ناخد حبة البركة على شكل حبوب المشكلة عندي أنه هاي الحبوب ما بيقوم الجسم بامتصاصها لأنه صعب الهضم فيها مثل حبوب السمسم نحن نلاقي صعوبة بهضم حبوب السمسم ودائما الجسم بيخرجها كحبة كاملة لأنه السبب الرئيسي هو صغر حجمها اللي بتمرق بالجهاز الهضمي بدون ما تنهضم ونفس الشي بينطبق على حبة البركة عشان هيك أنا بنصح الأشخاص نحن نطحن حبة الحبوب قبل استهلاكها ممكن نحن ناخد معلق الطعام يوميا مع العصائر أو مع الحليب اللي نحن ممكن نستهلكه رح يكون عندي تغيير بسيط بالطعم ولكن أكيد الفائدة الغذائية رح تكون أغنى تقريبا 20 إلى 30% من أنه نحن ناخد الحليب أو العصير من دون هاي الحبوب رح ننتقل للمعلومة الثانية الأشخاص كمان رح يشوفوا فيها تغيير عن العادة أنه توصف الدراء لمرضى القلب لمنع النوبات وانسداد شريين القلب أشخاص كتير داما بتفكر أنه النشويات هي السبب الرئيسي بأنه الواحد يكون عنده زيادة في الوزن النشويات نحن داما هي الحل الأول اللي بنبتعد عنه إذا كان عندي زيادة بالكوليسترول أو زيادة مفرطة بالوزن ولكن الأشخاص ما بتنتبه لأهمية فكرة أنه نحن مش المأكلات نحن بناكلها هي السبب ولكن هي الكميات اللي نحن بنختارها من مأكلات معينة هاي الدراسة أثبتت أنه الأشخاص اللي عم ياخدوا الدراء وأكيد الدراء مثل كوز الدراء اللي نحن شايفينه عندي بالصورة هو المفيد ومش الدراء اللي نحن ممكن نضيف لها الزبدة أو الزيت أو ممكن نغير من خصائصها بالطبخ المفرط لإلها بالعكس نحن لما ناخدها على شكلها الطبيعي رح تحد من انسداد الشريين وإلها فوائد كتير كبيرة على القلب الأشخاص ما كانوا بتعرفها أكيد الأشخاص اللي حابة تستفيد من فوائد الدراء وإنها ما تاخد الأضرار طبعتها كتير مننا بيطبخ الدراء مع الزيت الزيت أو بنحط معاها الزبدة مرات للطعم أو أكيد بنضيف كميات كبيرة من الملح خلينا نستبعد عن هاي العادات ممكن استبدال الملح بالمطيبات اللي هي البهارات ممكن نحط عليها الأوريجينوم ممكن نحط عليها أي نوع من البهار لحتى يعطيني الطعم وأكيد نستبعد عن الملح لحتى ما نرفع الضغط كنا عم نحسن القلب ولكن نرفع الضغط بنفس الوقت ورح ننتقل للمعلومة الثالثة كل مننا لما يكون عنده وجع بالبطن أو لما يحس أنه هو أكل أكل مسمم أو أكل تعبه بالتعب معتته داما الحل الأول بيكون عندي أن نحنا ناخد اللبن أو الزبادي وطبعا هاي المعلومة للأرخاص اللي بيعرفوها أو عندهم عادة أنه يعملوها هاي معلومة جدا صحيحة اللبن والزبادي بيحتوي على بكتيريا بتنظف المعدة اللي نحنا بنسميها البرو والبري بايوتكس وأكيد بتساعد على عملية الهضم بشكل كبير مأكلات كتير إحنا بناكلها بشكل يومي جسمي ما عنده القدرة على أنه يهضمها وبتروح على الأمعاء الغليظة بصير الهضم تبعها هناك باستخدام البكتيريا تبعة الجسم بكتيريا الجسم مش بس مفيدة إنها بتهضم الأكل ولكن بتساعد على إفراز الفيتامين كي هاي البكتيريا بتتغذى على الحليب وبتتغذى أكيد بشكل أكبر بكتير على اللبن وأكيد اللبن بمدنا ببكتيريا جديدة بتساعد على الخدم وبنفس الوقت بتساعد على إفراز الفيتامين كي الفيتامين كي بكتير بساعد بالأشخاص اللي بيكون عندها سيلان بالدم هو بساعد على تجلط الدم بشكل جيد فإذا مش بيعمل هو جلطات بالعكس هو بساعد على تجلط الدم بشكل جيد وأكيد رح يفيد الفيتامين كي للأشخاص اللي معهم سكري فلكل الأشخاص اللي عم بعانوا من مرض السكري اللبن والزبادي كتير رح يفيدكم بشكل كبير بيعطيني بكتيريا جديدة وبنفس الوقت هاي البكتيريا بتعزز البري والبروبيوتكس اللي عنا إياهم بالجسم وننتقل للمعلومة الرابعة أنه المانجا بتحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف تحتوي على البكتن والفيتامين سي اللي أكيد بساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم دراسة جديدة أثبتت أنه كلما الأشخاص عم تاخد فيتامين سي أكثر عم بيقل نسبة الـ LDL اللي هو الكوليسترول السيء بالجسم عندهم أكثر وهذا السبب الرئيسي لهذه الشغلة أنه نحن لما نستهلك كميات من الفيتامين سي الفيتامين سي بعزز غفراز أو بعزز إنتاج الطاقة بالجسم وهذه الطاقة بالعادة بتكون منتجة من الكوليسترول ومن الدهون المتراكمة بالجسم فإذن فائدة من فوائد المانجا أنه بيحتوي على فيتامين سي كتير عالي وفيه فيتامين سي أكثر من الحمضيات نحن دائماً بنفكر أن الحمضيات تحتوي على أعلى نسبة فيتامين سي ولكن المانجا، الكيوي والبندورة بيحتوي على فيتامين سي أغنى منها فممكن نحن ناخدهم بشكل أكبر من الحمضيات لما نكون أكيد عندنا الرشح أو الإنفلونزا وطبعاً الأنناس بساعد على عملية الهضم ويعود الفضل طبعاً بغنابة إنزيم البرومالين هذا الإنزيم بساعد على تسهيل الهضم للبروتينات خاصة أثبتت كمان دراسات معينة إذا نحن ضفنا الأنناس على البروتين في حتى كتير أشخاص بيستخدموا عصير الأنناس في طبخ اللحوم اللي بتكون يابسة كتير أو قوية كتير أو فيها نسبة ألياف كتير عالية للحوم اللي هي الفايبرز تبعت اللحمة فأثبت الدراسات أنه نحن لما نستخدم الأنناس بنساعد على أنه نحن نطري اللحوم وبنفس الوقت لحنا لما نستهلك الأنناس بعد وجبة دسمة هذا الأنناس رح يساعد أدماً منقدر أنه نحن نكسر البروتينات رح يسهل عملية الهضم للمأكلات أنه نحن منحسها دسمة وصعبة الهضم بالجسم وأكيد معلومة مفيدة كل أشخاص بتعرف أنه من فوائد الفطور أنه هي بيأول جسم وساعد على التركيز ولكن الأشخاص اللي ما بتعرفوا أنه كمان الفطور بيساعد على حرق الدهون بشكل كبير كثير مننا بيتفادى وجبة الفطور لحتى ما نزيد من السعرات الحرارية اللي نحن منستهلكها يومياً ونستبدل وجبة الفطور بحبة بسكوت صغيرة أو معمولة صغيرة أنا وزميلتي دائما كنا عم نناقش هذا الموضوع قبل ما نطلع على الهواء كنا دائماً عم نحكي أن الأشخاص بتفضل أنه هي تاخد بسكوت صغيرة أو محبة معمول أو حبة تمر لحتى يخففوا من السعرات الحرارية اللي هم عم يستهلكوها ولكن اللي ما بنعرفه أنه ممكن هاي الحبة الصغيرة أو قطعة البسكوت أو المعمول تكون بتحتوي على نفس السعرات الحرارية لأنه ممكن أخذها من فطور كامل متكامل بيحتوي على البروتين بيحتوي على خضار وأكيد نشويات ولكن الفكرة أنه كل ما نحنا بنفطر بوقت أبكر نحنا بنساعد جسمي أنه يبلش عملية الهضم وعملية الحرق الميتابوليزم أو الآيد بشكل أسرع فلكل أشخاص اللي عم بتحد من الفطور لحتى تحد من السعرات الحرارية هاي فكرة كتير خاطئة مش رح يقدي إلى خسارة الوزن بالعكس لما نحنا ناكل كمية كتير صغيرة الصبح ما رح يكون أجبعنا أجسامنا رح نحتاج أنه نحنا نعوض هاي الأكلة بفطور أو أكل سناكس اللي هي دائما اللقماشات نحنا بناكلها بعد الفطور أو بعد الغداء لأنه ما عندي شبع من الوجب الأساسية والرئيسية اللي أنا لازم أكلها وأكيد طبعا من فوائد الفول الأخضر للأشخاص اللي بتهتم بالسويا واللي هو البروتين النباتي الفول الأخضر هو من أغنى البروتينات أو النباتات اللي بتحتوي على البروتين النباتي لأنه بيقلل كمان مستوى الدهن في الدم من نفس الوقت غني بالألياف وبيخفف من الكوليسترول السيء بالجسم فالأشخاص اللي عم بتعاني من كل السرول السيء خلينا نجرب أدما بنقدر أنه نحنا نستهلك الفول الأخضر مرة أو مرتين أسبوعيا ورح تلاحظوا فرق بعد أسبوع أو أسبوعين من اتباع هذا النظام الغذائي وطبعا معلومة جديدة أنه إشر الليمون بيحتوي على فيتامينات ومعادن أكتر بخمسة لعشر مرات من الآلب الليمون نفسه أو من عصير الليمون نفسه مع أنه نحنا دائما نستهلك العصير من كب القشرة ولكن للأشخاص اللي بتحب أنها تستفيد من الليمون وخصوصا من الفيتامين سي الموجود بالليمون أو بالبرتقال لازم نعرف أن القشرة تبعت هاي الحمضيات بتحتوي على نسبة فيتامين سي أغنى وأعلى من العصير نفسه فخلينا نجرب أدما بنقدر أنه نحنا ممكن نبشر القشرة ونحطها على العصير لحتى نستفيد منه بشكل أكبر وطبعا للأشخاص اللي بتحب التشيبس أو بتحب السناكس اللي هي ممكن تتسلى عليها خلال أنه نحنا عم نحضر فيلم عم نتابع التلفزيون قاعدين بجمعة عائلية دائما للتشيبس بيكون مرافقنا ولكن خلينا نجرب أنه نحنا ناخد استبدالا إلى البشار لأنه مش بس بيعمل على سد الجوع بسبب نسبة الألياف الكتير عالية اللي فيه ولكن هو فيه عشر سعرات الحرارية اللي بيحتويها للتشيبس وأكيد طبعا ما بيحتوي على أي مصدر من الدهون إلا إذا ضفنا الزيت خلال طبخ أو طهي تبع البشار غير هيك البشار نفسه ما بيحتوي على دهون وممكن يكون استبدال كتير جيد للتشيبس أو للمأكولات المقلية اللي نحنا بناكلها بشكل يومي وخصوصا لما نكون عندي جمعات خلينا نجرب نستبدله بالبشار وآخر معلومة صحية اليوم رح أحكي لكم ياها اللي هي تبعون الغذاء والدواء بينصحوا أنه نحنا ما نخزن الخبز الساخن أو نغطي الأكل الساخن بالاستخدام البلاستيك أبدا في دراسة جديدة أوضحت أنه لما نحنا عم نخزن هذه المأكولات الساخنة ببلاستيك أو بعلب أو أواني بلاستيكية ساخنة والأكل بعده ساخن عم بيأثر على الأكل عم بيأثر على خصائص الأكل ومنفس الوقت البلاستيك اللي نحنا عم نستخدمه بيحتوي على مواد كيموية كتير عالية أشهر هاي المواد اللي بتحتويها البلاستيك بيحتوي أكيد على البولي إيثين اللي هو مصنوع منه الأكياس البلاستيكية أو الأواني البلاستيكية بالإضافة إلى هذا الإشيء الضار طبعا البلاستيك بيحتوي على مادة نحنا بنسميها البي بي سي اللي هي مسرطنة لما نحنا نكثر من استهلاكها كثير أشخاص بيقول لك ما تعب بأنينة المي أكتر من مرة أو ما تعب بأنينة المي باستخدام المي الساخنة ما تحط القبز بأكياس البلاستيك الساخنة وهاي معلومة كثير صحيحة لما نحن نخزن مأكولاتنا بالأواني البلاستيكية والأكل لسه ساخن بيساعد هاي درجة الحرارة العالية أنه البلاستيك يطلع المواد الكيموية منه بشكل أسرع وأسهل وبيؤدي هاي المواد أنها تفوت بالغذاء ونحن لما نستهلكه أكيد بنكون عم نستهلك هاي المادة المسرطنة على استخدام الشكل كتير كبير فإذا النصيحة لكل الأشخاص بتمنى أنه نحن ما نسخن الخبز باستخدام المايكرويف وهو بعده بكيس البلاستيك ما نحط الخبز الساخن بكيس البلاستيك ونخزنه وأكيد ما نلف كمان المأكولات بالبلاستيك نحن منلفه بدل استخدام الأصدير وأكيد والمأكولات ساخنة لنحد من أنه يصير عندي هذا الخطر على المأكول اللي نحن عم ناكله إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي الفقرة هل تعلم بالتغذية أكيد خليكم معنا ليوم الخميس لنحكي موضوع جديد وكل الأشخاص أنا متأكدة بيهتموا له اللي هو هل الخل بساعد على خسارة الوزن أو لا وكيف ممكن نستخدم الخل بشكل مضبوط لنخفف من الكوليسترول والأضرار اللي بيكون والأمراض تكون عندنا بالجسم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا نرجع لزميلتي دامة لمكمل برنامج يوم جديد ونهاركم سعيد يعطيك العافية